في جولة حوالين العالم نعونا النهارده نعرف ما هي عاصمة تاجيكستان وهي دوشانبا وتعتبر واحدة من أقدم المدن في أسيا وتعتبر مركزا للثقافة والتاريخ في المنطقة تقع دوشانبا في وسط تاجيكستان وتعتبر قلب النشاط السياسي والاقتصادي والثقافي في البلاد تأسست دوشانبا كعاصمة رسمية لتاجيكستان في عام 1924 ومنذ ذلك الحين شهدت تطورا ملحوظا في البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة تشتار دوشانبا بمعالمات تاريخية الرائعة والمعمار المزل وبالحياة الثقافية الموبدة بالحياة تضم دوشانبا العديد من المعالمات السياحية الرائعة مثل قلعة راهات ومسجد كارية نمة ومسجد سكوجا ميون كما يعتبر قصر ناتازي مكداري مدحف الفنون الوطني وساحة روداكي الفردوسية وجس دوستيناما أماكن شهير لزيارة السياع بالإضافة إلى ذلك تضم دوشانبا العديد من الحضائق والمنتزهات الطبيعية التي توفر للزوار فرصة للإسترخاء والاستمتاع بالطبيعة الخلابة لتاجيكستان يمكن للزوار زيارة حديقة روداكي ومنتزه فخروز ومنتزه طولواز للاستمتاع بالمشي وركوب الدراجات ورؤية الحياة البرامة المحلية تشتهر دوشانبا أيضا بمطاعمها الأزيزة التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكلات المحلية والعالمية يمكن للزوار تجربة الأطباق التاجيكية التقليدية مثل الكبابلي وكوزي بروتي ودولمة في المطاعم والمقاهية التي في المدينة بشكل عام تعتبر دوشانبا واحدة من أهم المدن في تاجيكستان حيث تجمع بين التاريخ الغني والثقافة المتنوعة والطبيعة السحرة توفر المدينة تجربة فريدة وممتعة للزوار الذين يبحثون عن استكشاف الطراف الثقافي والطبيعة السحرة في قلب تاجيكستان وما تنساش تعمل استراك ولايك للقناة علشان تدعمنا ان احنا نكمل